السلام عليكم ازايكم حبي جدا انا جيب لك الاخبار بحاج بيقولها موضوع الطيارة برغم ان هو بقاش ترند خلاص في مصر محاج بيتكلم عليه كتير الا ان المعلومات مع الوقت ببان اكتر الحية النهاردة نيويورك تايمز نزلت مقالة كاتبها اتنين صحفيين فيما يخص موضوع الطيارة خاصة لسلطات الزنبية احتجزتها في مطار الوسعكة وكان علامتناها عشر اشخاص فيهم ستة مصرية الحية في سؤال نيويورك تايمز معرفتش الجواب عليه بتقولك هو ليه السلطات الزنبية مش بتساهم في اصدار اسماء المتهمين يعني مش شايف موضوع ده قريب شوية ايخلي بقالك الموضوع ما يخصش المصريين فقط ان السلطات الزنبية مش عاوزة تطلع اسماءهم هي ما قالتش مين الاسباني اللي كان موجود ولا قالت مين اللادوية اللي كان موجود ولا حتى قالت الهولندي خانص نيويورك تايمز بتتساءل هذا السؤال وكل المقالة بتدور حواليه بس اللي كشف المعلومة دي ليه السلطات الزنبية ما بتكشفش عن اسماء المتهمين هي صحيفة اسمها زنبيا اللي كشفت منفجأة من العار الثقير فيما يخص القضية دي وقالت لك على فكرة الناس دي شكلها طلع ليه بقى هي عندها دليل وعندها برهان الناس دي هتطلع عليه عشان اقولك الكلام ده كله واكشف لك تفاصيله لازم اقولك القصة من الاول قبل اكوشف الموضوع قبل اكوشف لك التفاصيل خليني اقولك ان احنا معنا راعي قوي جدا ومحترم جدا وهو بعد اللونش ومرور 20 يوم على طرح تالت واكبر مشاريع شركة جولدن تعم للتطوير العقاري وخلاص قرب انتهاء المرحلة الاولى عاوزك بقى تستفيد من اسعار دلوقتي قبل ما تزيد وتختار الاماكن المميزة قبل اي حد تاني دي نالو تاور اكبر برج مصمم وفقا للتصنيف العالمي بالعصام الادراج جديدة مبنى مستدام وعاوز اقولك ان هو صديق لببيئة حاصل على شهادات عالمية منها شهادات ايزو الـ 41 ألف وواحد وشهاد اليد بلندنج البرج ده تنفيذ وتصميم الاستشاري المحترف والعالمي اللي هو الـ أما البرج بيتم ادارته وتشهيله مع الشركة الرائدة MRB جوه بقى محلات تجارية وحدات ادارية مطاعم وحدات فندقية لو عاوز تستسمر مقدم فقط 10% وأقصات متساوية حتى 10 سنين يعني بقى مش بجاية اقولك 6 ولا 7 10 سنين عارف يعني اتقصت حاجة على 10 سنين بدون فوائد لا بحاجة عالية جدا وعاوز اقولك ان في عائد مقدم بيوصل لحدة 120% شهادات حقارية بعائد 60% ما تفوتش فرصة والتصل دلوقتي على 15700 حسيب لحرارك الرابط بتاعهم اسفل الفيديو لو حابب تتواصل معاهم خش في الموضوع على طول خش في الموضوع على طول ايه جديد لما عن النهاردة ممكن يكون مختلف بالنسبة لحضرتك ومهم لو حابب ان انت تتابع موضوع القضية بتاعة الطيارة اللي نزلت في مطار لوسعكة الموضوع كله يبتدي منين التاني الموضوع كله يبتدي من طيارة خاصة طنعت من الاردن والطيارة دي مسجلة في سام مارينو او هي نشأتها في سام مارينو جزر سام مارينو وهي مسجلة باركام لبنانية كده او كده هي مش طيارة مصرية والمشغل الاساسي هي شركة اسمها فلاينج ميدل ايست ودي مسجلة في دبي ما حدش يعرف مين صاحب الطيارة بس كل الناس تعرف الشركة المشغلة ماشي الطيارة طلعت من الاردن نزلت مصر فضلت قاعدة في مصر فترة من الزمن وبعد كده طلعت لحد زامبيا سلكت طريق البحر الاحمر وبعد كده دخلت وصلت لحد زامبيا ما عملتش ترانزيد في اي حال كان في الطائرة قادمة من القاهرة ومتوجهة الى زامبيا وفقا لجدول مسارها كان من المفترض ان تعود الطائرة الى مصر هذه هي جميع المعلومات التي لدينا حتى الان جنسيات الاشخاص الذين تم احتجازهم لدينا هم ستة مصريين واسباني وهولندي وشخص من جزيرة نيفس والمعلومات الاولية التي لدينا تشير الى انهم كانوا قادمين الى زامبيا لاجراء بعض المعاملات التجارية ماشي اسخد بالك ان الطائرة لما نزلت زامبيا متفتشتش فضلت قاعدة لحد ما طلبت اذن بالاقلاع وده اللي احنا كنا قلنا قبل كده هنا المشكلة كلها لما الطائرة طلبت اذن بالاقلاع السلطات الزامبية هرعت للمكان ولقيت ان الطائرة دي بتتعرض لمحاولة سرق او كان في محاولة اهداء مسلح الطائرة كده او كده اكتشفوا ان علامات الطائرة دي 602 سبيكة دهب من طلعش دهب عندما انتشرت انباؤنا عن وجود سبائك من الذهب اتصلت بنا لجنة مكافحة المخدرات بشكل عاجل شكلنا فريقا من قسم المسح الجيولوجي ضم عددا من كبار الجيولوجيين وعلماء المعادن والكيميائيين وعالم احجار كريمة عندما وصل الفريق الى المطار كان هناك اربعة صناديق بلاستيكية تحتوي على سبائك قيل انها من الذهب لكن بعد تحليلنا للقطبان المعدنية اتضح لنا انها تحتوي على النحاس والزنكي واثار من القصدير والنيكل كان في اربعة صناديق منها ستمائة قطعة من المعادن بوزن يتجاوز مائة وسبعة وعشرين كيلوغراما هذا ما كتبناه في تقريرنا بطبيعة الحال نستنتج ان محتوى الصناديق ليس ما تم الابلاغ عنه طلع معادن اخرى النمى السبائي كان مغلفة بالذهب ونمى مش دهبي فهيش اي نوع من النوع الدهب بعد تحليل المعدنية ومن إلى المقبل الأمام التي حدثتها في حدود على المقبل وما أردت حدود في النجاح كانت بما في الاستراتي الحالية المقبلين تماما 68% إلى 61% وحلاسة الحالية في النجاح وحلاسة نجاحة الحالية ومن ثلاثة ولقوا 5 مليون 800 ألف دار كنت أكشفت حضرك أن المبلغ ده أقلب كتير من اللي كان وجود على الطيار وده اللي بتقوله زامبيا أبزورفر ومن بين المضبوطات مبالغ نقدية كبيرة تصل إلى 5.7 مليون دولار بالإضافة إلى أسلحة وذخيرة تضم 5 مسدسات و126 طلقة وفقا لبيان السلطات طيب القصة كلها أن في محامي في شركة فرنسية اسمه أنتوني في بعد خطاب لسلطات زامبيا قال لهم اتربوا عن الناس دي فورا لأن دول بيتعرضوا لظروف مش صحية وانتوا بسكنهم بقالهم كتير والناس دي استغاسوا بيكو مش انتوا اللي روحتولهم يعني مش انتوا اللي روحتوا وابطوا عليهم ده اللي بيقولوا أنتوا نفاعي الجريب في الموضوع أن السلطات الزامبيا ما بتاخدش أي إجراءات يعني ما بتسمعش مثلا أنهم حيفرجوا عن الناس ما بتسمعش مثلا أن الناس دي فيها مشكلة إيه اللي حصل نيويورك تامس النهاردة منزلة مقالة وده الجديد بقى في الحلقة منزلة مقالة كتبها اتنين صحفيين واحدة اللي هي فيفيان والفيفيان دي اللي هي موديلة مكتب نيويورك تامس في القاهرة وبتكتب في شؤون الشرق الأوسط كله ودي ست مهمة جدا ومقالاتها قوية بس الست دي استعانت بكاتبة أخرى موجودة في جنوب أفريقيا برضو بتعمل تابع نيويورك تامس والبنت دي انضمت لنيويورك تامس من 20-21 وبقالها كتير بتكتب عن شؤون الأفريقية ومكانها في جنوب أفريقيا اسمها إيه؟ اسمها لينسي شالل نيويورك تامس نتقول لك على فكرة الجديد في الموضوع ان السلطات الزنبية كان عندها علم مسبق بالطيارة دي ما قالتش ليه أو ازاي ما قالوش هو الجديد في القصة دي عشان بس ما قررش معالماء الجديد اللي عند نيويورك تامس ان السلطات الزنبية عندهم علم بالطيارة دي ومحتوياتها ماشي كده؟ وإن بالفعل السلطات الزنبية ابتدت محاكمة المتهنين إيه رأيك؟ وإن جلسة المحاكمة الأولى رفض المصريين كلهم إن هم يرخوها ليه؟ قالك الله إحنا عينين مش حينفع نروح طيب نيويورك تامس بتقولك إن المصريين مراحوش الجلسة الأولى في المحكمة لسبب بسيط جدا إن هم مش عايزين يكشفوا عن هويته أو هم مين يعني؟ وإن ده شيء السلطات الزنبية نفسها بتساهم فيه يعني زنبية نفسها ما بتكشفش مين الناس إذن ليسوا مستثمرين بل هم مجرمون وينبغي أن يمثلوا أمام المحكمة ولمحكمة تتولى الأمر بدعم من وكالات إنفاذ القانون وجميع الجهات المعنية ولا نريد من الحالات أن تمتد وتأخذ وقتا طويلا انتهى الأمر والحقيقة إن نيويورك تايمز بتقول إن فيه صفحة اسمها دول بليف أو ما تصدقش هي دي اللي بتحاول تكشف الأسماء بس تاني ما تاخدش الأسماء دي مسلم بيها لأن زنبية نفسها بشكل رسمي ما قلتش مين المدار أو مين المحتجز نفى مصدر مصري ما روجته بعض الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن طبيعة المهمة التي كانت تقوم بها الطائرة التي احتجزتها السلطات الزنبية قبل أسبوع وكانت السلطات المصرية أعلنت قبل أيام أن الطائرة ليست مصرية وإنما توقفت مؤقتا في مطار القاهرة الدولي وخضعت للتفتيش وتم التأكيد من استفائها لكافة قواعد السلامة والأمن التي يتم تطبيقها على أعلى المستويات داخل جميع المطارات والموانئ المصرية فلما تطلع السلطات الزنبية تكشف لك عن أسماء بطلع أقول صدق وما تصدقش ماشي سؤال بقى ليه بقى السلطات الزنبية برغم محاكمة الناس دي كلها ما بتكشفش أسماءهم ده اللي تم الإجابة عليه من زامبيا أوبزيرفر زامبيا أوبزيرفر بتقولك على فكرة الموضوع كله له علاقة بسلطات الزنبية نفسهم يعني يخب بالك القضية مش كاملة القضية دي لبس الزنبيين ليه؟ أولا الطيارة دي فتشت خارج ميثاق الأوم المتحدة لأن أصلا ميثاق الأوم المتحدة بيقول للدولة ما تفتشت أي طيارة نازلة ترانزيت عندها غير لو الدولة اشتبهت أن الطيارة خاصة دي بتحمل أسلحة أو متفجرات ساعتها ممكن تفتشها إنما تم تفتيش الطيارة واحتجازها على حسب المحامي الفرنسي وإن الطيارة دي هي اللي طلبت استغاسم مش أنتوا اللي روحتوا قبطوا عليها ده هي اللي طلبت استغاسم ماشي تاني حاجة والجديد في الموضوع إن اللي كاتب المقالة دي هو واحد رئيس حزب في زنبيا الحزب ده اسمه economy and equity خاصة معناها العدالة والاقتصاد بيقول يا جماعة طلعوا الناس دي عشان منظرنا وحش لأن السلطات الزنبية مش عاوزة تفرج عن الأسماء لأن الواضح كده إن تم القبض على 12 مش عشر أول معلومة جديدة ليه؟ قالك والله في 12 واحد زنبي مقبض عليهم ده أولا تاني حاجة من ضمن المتهمين ناس على علاقة بالسلطة في زنبيا فالراجل بيقول منظرنا بقى وحش منظر زنبيا بقى وحش لأن القضية مش قضية الزيت قالك والله هي القصة كلها تبتدي إن المخابرات الزنبية جالها علم بخصوص الطيارة دي وعشان بس تفهم اللغط ماشي الزيت مخابرات الزنبية كان عندها علم بالشحنة دي والحقيقة إن مخابرات الزنبية هي اللي تحركت بشكل منفصل عن سلطات المطار فلما المخابرات الزنبية هجمت الطيارة عشان كده الطيارة قدت نداء استغاسة لسلطات المطار مش بس تعرف زنبيا في الأول في أول بيانها قالك كل إدارات الدولة اشتغلوا مع بعض الكلام ده مش صح على حسب الراجل اللي كاتب مقالة في زنبيا أبزورفر بيقولك إن المخابرات الزنبية اتحركت شكل مستقل وهجمت الطيارة فاللي كانوا في الطيارة دول افتقروا إن بيتم سرقتهم إنما دول عناصر مخابراتية في زنبيا عشان كده أطلقوا إن ده استغاسة فتلمت والموضوع كبر حلو بس القضية مش قضية لسواب بسيط هوالا الدهب مش دهب إنت روح تفتشت طيارة ما لقيتش عليها مصدرات ولو إنت رايح تتكلم على إن الناس دي سرقت دهب الزنبي فالدهب مطلعش دهب فالقضية مضروعة من أساسها تاني حاجة صحيحة على ما تناها أسلحة بس الناس اللي كانوا شايلين أسلحة دول هي أسلحة مرخصة ملكهم فما ينفعش إن انت قضيهم قيل إن فيه اتنين رجبوا من مصر من مطار القاهرة وده سبب الترانزيق والاتنين دولة أفراد أمن في شركة أمنة عالمية وأصلا هم كانوا زباط سابقين وحيلوا الاتقاد وانضموا بشركة أمنة عالمية بتحمي رجال أعمال وبتحمي مصالح متعددة في عدة دول ومعهم ترخيص سلاح دولي بمعنى إن السلاح بتاعهم مسموح لهم إن هم يحملوه للتأمين والحراسة في أي مكان في العالم دي رخصة دولية تالت حاجة إن طلع عليك فيه واحد مشهول جدا في زنبيا أو ده إن هو بيقوله يعني اسمه فرانسيس ماكاي فرانسيس ماكاي هو راجل يعني في العمل العام أو ده اللي فهمتم بمقالة يعني والراجل ده الرئيس الزنبي نفسه مش حيارة فيطلع يبرر ليه تم احتجازه هو ده اللي بيقوله الراجل إن المحاكم علمت إن هؤلاء الأشخاص التسعة تم استدعائهم أمام المحاكم وإذن الأشخاص الذين سوف يمثلون المواطنين الزنبيين الأربعة سوف يكون هناك عملية تحصل في المحاكم من أجل النظر في هذه القضية والتحقق من ملبسات هذه القضية قبل تقديمها أمام المحاكم والبارحات تم نشر كتاب من المحاكم المطالبة بالإفراج عن هؤلاء الأشخاص لأنه تم احتجازهم لفترة تفوق الفترة المنصوص عليها في قانون زامبيا الجنائي وهناك أيضا وكالة كانت تحقق في هذه المسألة سعت إلى الإفراج عن هؤلاء الأشخاص وفرانسيس مكاي كله تهمته إنه إدى معلومات خاطئة لموظف عام في المطار مش هو لوحده وفيه طيار تاني في زامبيا أو زامبي برضو قيل إنه هو تهمته كلها إنه هو إدى معلومات خاطئة والتهمتين دول الكفالة كفيلة بيهم يعني هي أخيرها إنه هم يدفعوا كفالة لأن دي معلومات خاطئة هم مشاركوش في جريمة هيده كفالة ويطلع صح؟ الرجل بيقولك أنا مش فاهم ليه قاعد في الحجز كل ده ولما راح الجلسة الأولى في المحكمة طلب من المحكمة الإفراج فوري عنه لأن تهمته هي إعطاء معلومات خاطئة فعاوز يطلع هسا دي مشكلة طيب فخليني بس أقولك الدنيا ماشية زي دلوقتي زامبيا عندها مشكلة دولية هسا لأن عملت إجراءات تخرج القانون المنصوص عليه في الأم المتحدة فيما يتبع طائرات الترانزيد ده أولا تاني حاجة القضية مش قضية لأن الدهب ما طلعش دهب هسا تاني حاجة والحاجة الهمة يعني إن زامبيا منظرها وحش لأنها لا عارفة تفرج عن أسماء المصريين أو أي اسم في القضية دي مش عارفة تفرج عنه ولا تتكلم بشكل مستقل عن الأسماء لأنها مش عاوز تسيق لهم وحتى السلطات المصرية بتزال السلطات الزامبية عن أوضاع المصريين كل شوية فالسلطات الزامبية موقفها سيئة ويجب الإفراج عن الناس دي فورا بتظبط بتحكم الترانزيد دوليا طهرات الدولية لا تقضى على القانون المحلي وإنما الاتفاقية التوحيد قواعد النقل الجو الدولي البقاء في ورسو في 29 عشر 2012 وأيضا انتفاقية فارسوفيا الدولية للطهران المعدلة بروتوكولا هاي في 28 تسعة سنة 55 ولي وفقت مصر عليها بقانونيين رقم كزا وكزا لسنة 55 من أيام جمال عبد الناصر يعني نعم بتنص على ايه دي ان القانون المحلي ما انطبيش على الطيارة دي الطيارة دي وفقا لهذه الاتفاقيات بتنزل الترانزيد وانا كنت مدة طويلة جدا باشف على مطار القاهرة طيب ايه بقى القصة دي كلها؟ ليه القضية بايزة؟ لسبب بسيط وده اللي مقلتوش للصحيفة بسألته في مقالة تانية وهو ان كان في طيارة جاية في نفس الوقت وسلكت نفس المصار وجاية من سويسرا والسلطات الزنبية ما اشتبهشش فيها ولا حجزتها والقضية دي لو كان تم الابضع الطيارة التانية كانت هتبقى قضية لان ما حدش يعرف الحمولة التانية بس واضح ان الحمولة التانية او حمولة الطيارة التانية لها علاقة بالطيارة اللي هم مسكوها فهم مسكوا طرف واحد من القضية او طرف واحد من القصة عشان القصة تكمل كنت تمسك الطيارة التانية ما مسكوش الطيارة التانية والطيارة التانية اقلعت من مطار لوساكا من جير ما حد يسائلها اللي انا عاوز اقوله في الاخر هي قضية غير مكتملة الاركان الناس دي حيتامل افراج عنهم عاجلا ام عاجلا لان المحكمة ما عندهاش ادلة وبرهان تدين بيها الناس دي تالت حاجة خلي بالك ان في ناس قريبة من السلطة او قريبة من رئيس نفسه الزامبي تم احتجازهم في الموضوع فما ينفعش يعلنوا عنهم لان منظر رئيس الزامبي نفسه حيبقى سيء فالقضية عشان كده الزامبي مش عارف تحرك فيها بشكل علني مش عارف تحرك فيها بشكل فيه ثقة لأ الهضايا دي غير مكتملة وهي دي مشكلة زامبيا الاساسية فالعكل يا رب وكنش راح الحرارة الموضوع بشكل وبسط ويا رب نسول مصر رب نسول العرب تحية مصر سلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بسيف شاطر واسف حارس عليك يامين ومن فوق السماء السابع حميكي رب العالمين